قبل ما نبدأ الفيلم تستشعر اعمل لايك الفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معنا اقوى افلام الرعب بيبدأ الفيلم مجموعة شباب في الطريق على الغابة وده عشان يعودوا فيه كم يوم بتوع الاجازة لكن الطيور هنا تغبط في العربية بدون اي سبب بعدها ما حدش فيهم بيكون فهم المشكلة الحد للوقتي وفي الاخر بيعملوا حدثة وبيعرفوا ان هم وقعوا في حقل غريب والغريب ان هي العربية عطلت وهنا سكوت بيحاول ان هو يلقط اي شبك عشان يطلب المساعدة ويتصل بصاحبه من الاختفى من وسطهم ساعة الحدثة بيعرفوا ان هو تقريبا راح على الطريق عشان يطلب المساعدة لحد لما بيلحظوا بيت غريب في المكان فبيروحوا على طول ناحيته هنا بيعرفوا ان صاحبه ممكن يكون راح على هناك ويطلب المساعدة فبيروحوا وراءه وبيشوفوا فزع وسط الزرع هنا شكله بيكون مرعب جدا فسكوت بيقوله ان الحاجات دي عشان تخوفوا الطيور ان هي تقرب من الزرع وتكله لكن الاسف ما يعرفوش ان هو حقيقي بعدها بيحاولوا ان هو يطلع عليه عشان يشوف المكان من حواليه وبيلاحظ ان ريحة بتكون وحشة جدا ويكنها جسة واحد ميت فبيشوف نور من بعيد وبيعرف ان هم قربوا من المكان لحد لما بيوصلوا على هناك وبيعرفوا انه تقريبا مهجور من بدري بعدها بنروح مع ناتل اللي بتتمشى في الحقل الوحدها وبتلاحظ ان الفزاعة وقع على الارض وبتقرب منها شوية طبعا بيكون عندها فضول ان هي تعرف شكله لكن بتتصدم لما بتعرف ان هو بني قدم حقيقي ومش مصدقة اللي بيحصل معيهم فبترجع على العربية عشان تخرجوا من المكان ولازم تندع على البيع عشان يخرجوا من هنا بسرعة قبل ما يموتوا هم كمان كريس بيروح وراء عشان يحميها لحد لما بنرجع تاني على الكوخ والشباب بتدخل على قوضة نورها شغال وكمان صاحبهم قاعد مستنيهم هنا بتكون مليانة مسامير وقبل ما يحصل اي حاجة النور بيقطع في المكان كله والناحية التانية نتالي بتكون ماشية في الحقل الوحدها وكريس عمال يندع عليها عشان يشوفها ومش بيعرف ان هو يحدد مكانها وبعدها في شخص بياجم عليها عشان يضربها اكتر من طعنة فكريس بيسمع صوتها وبيحاول يروح ناحيتها بسرعة في الوقت ده بيشوف حد بيسحب الجصة من الحقل وبيحاول ان هم يعرفوا هي راحية على فين وبيروحوا وراها بتعد فترة كبيرة وفي الاخر بيشوفوا متعلقة من رجليها على مكان الفزاعة وبيحاول براين ان هو يروح عشان يفكها وكريس بيشوف عينها موقت مرعبة جدا وشكلها غريب فبيحاول ان هو يجري من قدامها وبيروح على الكوخ القديم بنرجع تاني مع براين اللي قطع الحبل بتاع نتالي وده عشان يرجع للكوخ مرة تانية لكن الفزاعة بتهجم عليها عشان ترجع الجصة بيقدر ان هو يضربه بالسكينة في كتفه وبراين بيوصل ناحية الكوخ وبيحاول سكوت يعرف منه اللي حصل بالزبط من شوية وقبل ما يشرح اي حاجة بتوصل الفزاعة مرة تانية عشان تاخد حد فيهم والغريب انها مش بتخرج من الحقل ابدا بعدها كريس بيعرفوا من ان هما متحصرين من الفزاعة وفي واحدة اكتر من المكان فلازم يشوف خطة جديدة عشان يهربوا بيها من هنا براين بيكون متضايق ان هما خدوا الجصة بتاعت نتالي فبيكرر ان هو يرجع عشان يخدها مرة تانية وكمان بيروح مع سكوت وهنا كريس بيفضل في الكوخ لوحده وبعدها الشباب بتفضل تلف حوالين المكان وبيشوفوا عربات كتيرة جدا قدامهم وواضح ان هي جسس اتهجمت عليها قبل كده بيحاول ان هما يدوروا على واحدة شغالة فيهم وفعلا بيلقوها لكن للأسف مش بيلقوا اي مفتاح فبيرجعوا تاني على الورشة وهنا بيلقوا جسسة لسه متخيطة على شكل فزاعة فسكوت بيحاول ان هو يقرب منها وقبل ما يعمل اي حاجة طبعا بيفضل يسرخ لحد لما برايم بيشوفه وبيقوله عن اللي حصل معاه لكن الواضح ان هي كانت مجرد خيالات مش اكتر وهنا بنعرف ان هو بيقدر يشوف اي رؤية حصلت في الماضي لحد لما بنشوف الورشة وهي شغالة من فترة كبيرة هنا بنشوف اب مع ولده الاثنين واسمهم اليكس وكوري وهو بيعلمهم تقطيع الحيوانات وللأسف بيعمل كوري بطريقة وحشة جدا على عكس اخوه في الوقت ده سكوت بيرجع تاني على الواقع لحد لما برايم بيسأله عن اللي شافه ومش قادر ان هو يقوله اي حاجة وهنا كريس بيفضل يدور في الكوخ على اي حاجة تساعدهم واخيرا بيلاقي مفاتيح العربية لكن بيلعز ان في حد مرأبه في المكان فبياخد السلاح عشان يدفع بيه عن نفسه وبيطلع على القوضة بتاعت الخياطة وبيبص من الشباك بتاع البيت بيعرف ان في حد دخل على الكوخ فبيكون متأكد ان ده برايم مش حد غريب وفي نفس اللحظة النور بيرجع تاني وبيشوف ناتالي قدامه لسه عيشة فبيترح على مكان الخياطة وبتحط مسامير على صوابع ايديها ومحدش فاهم السبب طبعا بيحاول ان هو يفتح الباب عشان يخرج بسرعة لكن مش بيلحق يعمل كده وبرايم مع اسكوت بيوصل على الكوخ تاني بيحاول كريسي عرفهم ان ناتالي معاد الوقت في القوضة لكن شكلها بيكون مخيف جدا فبيحاول برايم ان هو يفتح الباب بكل قوة وفي الاخر بيعرف ان الطريق الوحيد للهروب من هنا هو الشباك وبيلاحظ ان ناتالي بتعمل نفس المسك بتاع الفزاعة للأسف الشباك بيقفل على ايده وبيقع من الشباك على ظهره لحد لما نوره القوضة بيتفق مرة تانية وبرايم بيروح على المغزن بسرعة يحاول ان هو ياخد اي فاس عشان يساعده في فتح الباب لكن طبعا ناتالي بتكون اختفت من القوضة والحد دلوقتي محدش عارف يوصل لجسة حبيبته وبعدها سكوت بيتكلم مع صعب عشان يعرف اللي حصل مع ناتالي فبيقولهم ان هما لازم يتحركوا من هنا بسرعة وسكوت بيقول ان هما شافوا عربية يخرجوا بها من هنا لكن مش لاقي المفاتيح بتاعتها فبيقوله ان المفاتيح بتكون معاه وبراين بيرفض حاجة زي كده وان هو لازم يشوف حبيبته قبل ما يهرب من المكان وبياخد المفاتيح من كريس عشان يقعد معاه شوية وطبعا سكوت بيكون متأكد انه مش فاهم حاجة وبيدخل في الخيالات بتاعته مرة تانية وبيشوف كوري وايف قدام الحقل عشان يندح عليه بيروح وراجه والحقل لحد لما بنشوفه بيهجم على اخوه اليكس وطبعا عشان غيران منه بسبب عملة الاب معاه وفي الاخر بيرجع تاني للواقع وبيشوف نفسه مربوط بالحبل من رجله وبيشده بكل سولة لحد لما بيوصل على الفزاعة في واحد بيفضل يهجم على جسمه بالمسامير لحد لما بيتعور وبيقع تاني على الارض بعد لما براين وسل عليه بنعرف ان هو قدر يقطع الحبل عشان يخرج من الغابة بسرعة وبيرجعوا تاني على الكوخ وسكوت بيقول لهم على كل حاجة براين بيكون جاب اخره من الموضوع فبيدخل على مغزن عشان يجيب حديد وكريس بيفضل يتكلم شوية مع سكوت وبيحاول يعرفوا ان براين تقريبا اتجنن ومش مصدق ان حبيبته بتكون ماتت ولازم يخرجوا من هنا قبل ما يموتوا هما كمان هنا سكوت بيرفض حاجة زي دي وبيقول له ان هو لازم يفضل معه للاخر وفي القدر بيهجموا على شبح كوري مرة تانية بيحاول يعرف ان الاب مش عاوز يخرجوا من هنا وعمال يعزف في الحد دلوقتي بعد لمعرف ان هو خلص على اخوه الكس وفي الوقت ده براين بيحاول فوقه مرة تانية وبيشوف جسة الاب هو كمان في المغزن وده معناه ان كوري خلص عليه عشان يهرب من هنا بعدها بنروح مع كريس اللي بيدخل جوه العربية وبيحاول ان هو يهجم على المكان بتاع الفزاعة وبيقع على العربية بعدها على طول وفجأة بيهجم عليه اكتر من فزاعة من كل الاتجاهات وبيحاول ان هو يشيل الكنع من على واحد فيه لحد لما بيعرف ان ده جوني صاحبه وبراين كمان بيوصل في الوقت المناسب عشان يلحقه وبيطلب منه يخرج من العربية بسرعة لحد لما بتوصل ناتلي هي كمان بالكنع الفزاعة طبعا مش بيقدر ان هو يخلص عليها بسبب حبه لحد لما بتخلص هي عليه بكل سهولة وسكوت بيكون رجع تاني على القوضة مرة تانية وبيرجع على الخيالات بتاعته لحد لما بيشوف كوري طالع على القوضة بتاعت الخياطة وبيعمل كناع جديد للاخ عشان يخفي الجسة على الفزاعة بنعرف ان هو عمل كده عشان يخفي الجسة من قدام القام وبعدها بيرجع تاني للواقع وبيسمع صوت كريسو وعمال بيسرخ بيحاول يعرفوا ان براين مات هو كمان من ناتلي فسكوت بيفهم القصة كلها وان هومش يقدروا يخرجوا من هنا من خلال الحاكل وان الحل الوحيد عشان يعملوا كده ان هوم يشغلوا الفزاعة مع جسد حد تاني وساعتها ممكن يهربوا بكل سهولة وان الروح أليكس هي اللي بتعمل كده فينا والروح مسجونة في المكان وبتقدر ان هي تدخل في اخر واحد ميت وده عشان تتحكم في جسمه وان هوم لازم يستنوا براين اول ما يوصل على القوضة وده الحد لما يخيط الكنع بتاعه وساعتها يستغل الفرصة عشان يهربوا من هنا بسرعة واول لما بيعمل كده بيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا من البيت وبياخد كل الرصاص اللي كان في الكابو وده عشان يدفع بيهم عن نفسهم بيحاولوا ان هوم يحطوا البنزين في كل حتة عشان يولعوا فيه اول لما بيهربوا وطبعا بيعملوا كده بسرعة قبل ما براين يخلص القناع بتاعه وهنا نور الكوخ بيدفع على طول وده معناه ان هو خلص فعلا فكل واحد فيهم بيهرب على مكان مختلف وده عشان يشتته براين بيقدر بعدها ان هو يوصل على كريس عشان يديله كم طعنة لحد لما بيقع على الارض وكريس بيبدأ ان هو ينزف وسكوت مش عارف يهرب في الاخر بيشوف نفسه قدام الفزاعة ومسك كريس عشان يخلص عليه بكل سهولة وده عشان ينقل في الروح ويسيطر على جسم شخص جديد ويقدر كمان يجيب اشخاص تانية لكن في الوقت ده سكوت بيحاول ياخد السلاح اللي مات بيه أليكس قبل كده عشان يموته تاني وفعلا بيعمل كده على طول وللأسف بيكون فاكر ان اللعنة خلصت لحد هنا وقبل ما يروح في حتة بيقدر ان هو يسحبه الفزاعة عليه وكريس بيكون لسه عشان يعطله شوية وبيطلب من سكوت ان هو يهرب دلوقتي بسرعة فبيحاول ان هو يعمل كده وبيوصل على اول الحقلة وبيقع على الطريق من كتر التعب اللي هو كان فيه لحد لما بيشوف عربية بتعدي من قدامه هنا بيلاقيهم بوقفوا قدام العربية لكن اتعطلنا بتاعتهم في اول الفيلم وده يمكن حد محتاج المساعدة لكنهم مش بيشوفوه واقع على الارض وطبعا صوته بيكون وطي جدا ومش قادر ان هو يندع على حد وطبعا محدش بيسمعه وهنا الفزاعة بتكون وصلت عليه مرة تاني عشان تاخده روحه فبيشوف الشباب قدامه كتير جدا فبيقرر ان هو يستنى شوية وده عشان يخلص عليهم واحد ورد تاني فما ساشلع عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة ولو عندك اي اكتراح لفيلم رعبة واكشن اكتبوهن لتحت في الكومنتات وتشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام